التشكيلة دي عمل المطش وحش قوي تيبو كرتواء أنقذ فرصتين خطيرتين انفرادين فالفيردي لما نزل شال انفراد من كانتي فالتشكيلة دي حتى وهي بتضغط بكل خطوطها كريم بنزيمة ما هدتش المرمى خالص بعد ما سجل في المطش الأولاني أسينسيو لما نزل ما هدتش المرمى خالص دول كانوا بديلين لكن إيدن هازرد إيدن هازرد اللي قدامكم في التشكيلة دي اللي بدأ أساسي في أول مباراة لعبها في ملعب ستانفور بريدج اللي هو أحد أساطيره عمل مطش وحش قوي أي نعم كامل لحد ديه سبعين لكن ما كانش موجود سواء لما بدأ كجناح أو حتى لما دخل كمهاجم تاني لما بدأ يوسع الملعب بقى خلاص ويبقى نوص الملعب فاضي خالص بقت الدنيا أن انت تحاول تهاجم وتعمل أطراف وتطلع بميليتاو وفينيسيوس ومندي وناتشو كمان لما راح وراه قبل ما مندي يخرج بقت القصة خطيرة جداً أولاً خطيرة جداً للشيلسي بقى نص ملعب مفتوح وأي حاجة كرة عالية ممكن بيرنر بتقلقه وماونت الرائع وهافرتس الممتاز يعملوا كرات خطيرة عملوها لحد ما ماونت سجلت تاني هنتكلم عن تشكيلة شيلسي لكن الأول كرتوها هو اللي حرس المرمى النهاردة ناتشو وراموس لعبه في قلب ملعب مليتاو هو اللي لعب يمين ومندي لعب يساراً كروس وكاسيميرو ومدرد شلعبه في نص ملعب كالعادة بنيسيوس ناحية يمين بأدوار دفاعية قليلة فده كان سبب خطور تشيلسي في شط الأول من النحية دي هازرد ناحية الشمال وبنزمة في المقدمة أما النحية التانية فتوماس تخل بدأ المباراة بتشكيلة مكونة من مندي اللي بيعمل المباراة ممتازة النهاردة كان من أهم أسباب تفوق تشيلسي فيها تلاتة كان معتاد كريستينسن تياجو سيلفا وروديجر وبمناسبة روديجر لازم أقف شوية عند اللعب ده أنا انتقدته بقى سنتين بانتقده يعني مدايقني يعني من وجهة نظري كان تشيلسي كل مشاكله دفاعية من أهمها كانت روديجر الموسم ده موسم عقاري عامله روديجر لكن كمان ماتش النهاردة وماتش الزهاب مش ممكن الحلاوة دفاعيا وعلى مستوى الأسست اللي عملوا ماتش الأولاني وهجوميا لما بيطلع في الكرات العالية والنهاردة كل سيف من السيفز اللي عملها سواء في التمركز أو في الرأسيات اللي صدها كانت من أسباب تفوق تشيلسي الحقيقة انه جورجينيو كانتة عملوا مباراة ممتازة وكانتة قد يكون اختياره رجل المباراة للماتش التاني على التوالي من وجهة النظر الكثيرين منطقية جدا لكن انا مع كل التشكيلة دي مش عارف أستقر على واحد بس لأن كل التشكيلة كانت ممتازة فيرنر وهافرتس وماونت ماونت طبعا رائع واكتشاف لامبرد عشان كده الناس النهاردة لو بصيت على تويتر هتلاقي لامبرد دلوقتي موجود ترند توب ترند في مصري يعني أو في العالم مش بسبب ان الناس بتهاجموا انه هو شفت لما تخي الجاعة عمل ايه لا بسبب انه أولا هو اللي تدخل لنا ماونت حضرت له اول مباراة أو مباراة من قوائل مباراة اللي بيلعبها مع تشيلسي في اسطنبول في فاينل أو في السوبر الأوروبي ضد ليبر بول كانت بداياته شخصية حقيقية لسه بيلعب أول مباراةه بالسن ده في مباراة زي دي وبيلعب مطشات تقيلة قوي شخصية كبيرة جدا مونت كان النهاردة مستغلها بين شيلول كانوا أثبريكويت على الطرفين قبل ما ما ينزل اتباعا اللاعبين متتاليين مونت بعد ما ضيع مندمش وسجل بعد ما نزل بوليستش الناس سألت ليه بوليستش اللي يقعد دكرة ومنه عامل مطش حلو وكافرت سليلعب أساسي ترجمها أو قال الإجابة توماس تخل بعد المباراة وقال إنه أنا كنت عايز لعب طويل عشان احتمالية الكرات العالية وفعلا جات له كرة عالية لعبها في العرضة فكنت اعتمد عليه وده اللي حصل فنجح نجاحا تاما انتخل النهاردة عشان كده رغم إن كانت سواء بصناعة الهدف الأولاني أو بالانفراد الممتاز اللي عمله أو بالكرات اللي قطعها على حدود منطقة جزاء تشيلسي أو حتى في الخط الدفاعي التاني لتشيلسي لما بيكون ريال مدريد لسه في الكرات التانية يعني يستحق جدا أن يكون رجل المباراة لكن بتفوق كل التشكيلة دي رجل المباراة توماس تخل طبعا مية في المية يعني همت ريال مدريد تماما أثبت انضباطا رائعا عند كل اللاعبين طلع مواهب ممكن تكون كانت فقدت في وقت لامبرد توماس تخل في أربع شهور كسب مين؟ كسب ديجو سيميوني مرتين كسب بيب جورديولا مرة كسب مين تاني؟ تلوب مرة كسب مورينيو مرة كسب أنشلوتي مرة كسب كل العمليقة دي فأربع شهور بس توماس تخل من ساعة ما بيسك تشيلسي اللي كان مركز تاسع بقى الوقت بينافق في المركز الرابع بل ويتقدم وبعد شوية عن اللي بيحوطوه على مستوى المربع الذهبي وصل لنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي على حساب بيب جورديولا وصل لنهائي دوري أبطال أوروبا يوم 29 من الشهر الجاري ضد منشستر سيتي ترجمة نانسي قنقر